مؤسسة سويرس للتنمية المجتمعية رصدت مبلغ كبير للمساعدة والمساهمة في التخفيف من أضرار كورونا شيء مش جديد على المؤسسة دي إنما فيه سرعة تعامل جزء له علاقة بالعمالة التي تأثرت وتضررت بسبب الأعاد في البيوت الأعاد الإجباري في البيوت وجزء آخر له علاقة باستجلاب واستقدام معدات صحية تبقى للمستشفيات والوزارة الصحة بشكل مباشر معنا ومع حضراتكم المدير التنفيذي لمؤسسة سويرس للتنمية الاجتماعية نورة سليم أهلا بيكي مساء الخير زي حضرتك كيف أنت مساء النور كلمين أكتر عن المبادرة والأرقام بدقة لرصادتها المؤسسة حقيقي وزي ما حضرتك عارفة يعني مؤسسة سويرس يمكن بتعمل من 2001 في التنمية لكن إحنا حبينا أن نحن لفترة دي نتحرك بسرعة ومن الأسبوع اللي فات أطلقنا المبادرة بنركز على شقين شق العمالة اليومية اللي هي طبعا تأثير في جامد في ظل الظروف الحالية وإحنا هنبقى بنوجه 40 مليون من الدعم للعمالة اليومية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وأيضا من خلال مؤسسات المجتمع المدني 40 مليون جنيه للعمالة المتضررة بالزبط والجزء الثاني هو دعم بـ 60 مليون جنيه لجهود الدولة الاحترازية من خلال طبعا التعاون مع وزارة الصحة والسكان ومن خلال برضو التعاون مع الهلال الأحمر المصري يعني المجموع بنتكلم في 100 مليون جنيه 40 مليون للعمالة و60 مليون لوزارة الصحة بالزبط إحنا إجمالي ميزانية المؤسسة السنة لما بنضيف لها المبادرات دي هتبقى حوالي 300 مليون جنيه موجهين للعمل التنموي وطبعا في الفترة دي موجهين على كل المبادرات المختلفة اللي تقدر أنها تساعد في ظل الأزمة الحالية الخبر ده لأول مرة بيعرض على أي وسيلة إعلامية 100 مليون جنيه من مؤسسة سويرس للتنمية الاجتماعية للمساعدة في التخفيف من أضرار كورونا نورة سليم مش هينفع مسألكيش على الشائعة اللي انتشرت في الأيام الماضية على المهندس سميح سويرس بأنه أصيب بكورونا أنا بقول السؤال يمكن بشكل إجاف بس هي الإشاعة كده وأتمنى أنك بتكوني كمان واضحة جدا في الإجابة مش عيب يعني أصيب الحمد لله مهندس سميح بخير لا لا ده أكيد ومش عيب فعلا مهندس سميح الحمد لله بخير وأكتشلي هو مكتب مهندس سميح قام أرادي بنا في هذه الإشاعة وأكد على أن المهندس سميح بخير وهو فعلا مش عيب ونأمل أن الجميع يكون بخير في الفترة دي وأن نكون كدولة كمجتمع مدني كأفراد بنقوم على أقل بالجوز اللي علينا حقيقي يعني ومن تكتف كلنا أن نعدي إن شاء الله الأزمة دي على خير طيب معلش إيه مصدر الإشاعة؟ يعني أنا مش عارفة ليه فجأة لقينا فيه شعب تقول كده لا أنا فعلا مش عارفة حقيقي ما عنديش المعلومة دي لكن المهندس سميح بالذات يعني كان يتواصل معي لأنه مهتم جدا هو وكل مؤسسين مؤسسة ساويرس مهندس ناجية مهندس ناصف إن إحنا نكون بنقوم بالدور اللي علينا كمؤسسة تنموية رائدة في الفترة دي فعلا نتعاون مع الوزرات المعنية نتعاون مع الجماعيات الأهلية الجادة واللي قدرت إنها تتحرك بسرعة للدعم لأنه ده الوقت اللي إحنا بالنسبة لنا بنركز على شغلنا وبنركز فعلا أن إحنا نقوم بتقديم الخدمة فأنا حقيقة ما تبعتش الإشاعات دي ومعرفش المصدر إشاعة مجهولة المصدر بيتم نفيها بشكل قاطع دلوقتي على الهوى والأهم من الإشاعة هو الخبر اللي بيتقال دلوقتي إنه مؤسسة ساوي رسل التنمية الاجتماعية بترصد 100 مليون جنيه للمساهمة في تخفيف أضرار كورونا سواء على العمالة أو وزارة الصحة شكرا جزيلا نور سليم المدير التنفيذي للمؤسسة شكرا جزيلا نور